السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بشكر جدا جدا كل الناس اللي بتشترك معي في القناة وبشكر جدا جدا كل الناس اللي هتشترك معي في القناة النهاردة هنتكلم عن رؤية الورم في البطن عليما تدل ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما يصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة لرؤية الورم والورم هنا للجميع وهنفسر عن كل واحد لوحده بردك في المنام بيدل عليه رؤية الورم في البطن بصفة عامة للرؤي وكل واحد فينا على حسب الحالة اللي موجودة عنده هو بيدل على ان الرؤي يرتكب الكثير من الزنوب والمعاصي وعليه ان لما يشوف الرؤية دي يتوخل حذر من هذه الرؤية سواء كان رجل او امرأة بالنسبة للمرأة المتزوجة لو شافت في منامها رؤية ورم البطن كبيرة وشديدة جدا وكانت بتعاني منها وبتتألم من الورم دوت هنا بيدل لها على امرين مهمين جدا اول حاجة لما تكون شايفاها ان هي بتتألم وشديدة جدا هنا تاخد بالها وتاخد حذرها لان هي ممكن تكون مسؤولة عن اكل اموال ايتام او مساكين وهي بتأخذ من حق هذه الاموال ليها يعني بتاخد الفلوس بتستحل ليها نفسها وممكن تكون هذه الاموال اللي ايتام ومساكين وهي بتاخد منها التفسير الاخر بيدل ممكن لها على ان هي بترتكب المعاصي والزنوب والله اعلى واعلم وفي كلا الحالتين لو شافت نفسها في هذه الرؤية عليها الترجع وتوخي الحذر من هذه الرؤية والتوبة الى الله سبحانه وتعالى اما لو شافت نفسها ان هي بطنها كانت ورمة بس يعني ورمة كده وهي مثلا مبسوطة شوية او ان هي مستمتعة بالورم دوت هنا ممكن بيدل لها على حدوث شيء جديد في حياتها وهي ان ممكن يحصل لها حمل في الفترة دي يبقى مش كل الرؤيات اللي فيها الورم تكون ممكن تكون رؤيات يعني مش محمودة لكن في رؤيات فيها تكون ممكن تكون لها محمودة طب لو شافت في منامها رؤية القولون في الحلم يبقى ان هو متورم يبقى هنا بيدل لها على ان هي سوف تتعرض للمشاكل والله اعلى واعلم اما بالنسبة للرجل لو شاف رؤية الورم في مثلا في بطنه كانت بطنه بردك كبيرة يبقى عليه توخي الحذر من هذه الرؤية بردك لتفسيرين اما ان هو بيرتكب المعاصي والزنوب او ان هو بيكتسب اموال بطريقة غير مشروعة والله اعلى واعلم رؤية الورم كمان بتدل للرأي اي حد فينا لو رأى شافت الورم في المنام بيدل بردك على التعب والمعاني اللي بيشعر به الرأي في حياته خصوصا لو هو عنده مشاكل ومش قادر ان هو يحل هذه المشاكل اما بالنسبة للبنت العزباء الرؤية بردك فيها شقين واحد محمود والاخر يعني ممكن نقول عليه ان غير محمود للبنت العزباء لو شافت فيه منامها وورم فيه البطن وكانت بطن بردك كانت بتتقلم منها وكانت شديدة الالم وكانت بطنها كبيرة واحنا قلنا ان الاحلام ما لهاش قعدة هنا بيدل للبنت العزباء ان هي بتعاني من قلق وتوتر في الفترة الحالية لها يعني ممكن يكون عندها مشكلة ما او في الدراسة او ان هي زعلانة وكانت نايمة زعلانة وشافت المنام دوت يعرف كده ان فيه هنا عندها معاناة في توطر وقلق عندها توطر وقلق ممكن يكون ده عائد نفسي عليها من المشكلة اللي هي بتعاني منها اما لو هي كانت نايمة مزعلانة او كان ما كانش فيه حاجة يعني عادي الامور كانت عندها طبيعية وما فيش مشاكل وشافت ان بطنها كانت يعني بطنها ورمة وكبيرة شوية وكانت بقى مش بتتقلم يعني مكنش علانة ولا حاجة وكانت شايفة نفسها عادي بس بطنها كبيرة او بطنها ورمة هنا بيدل لها على زيادة في العلوم والنافعة لها باذن الله تعالى واني كمان لو كانت بتعاني من مشاكل وكانت بتعاني خصوصا من مشاكل مادية باذن الله تعالى هتنول رزق وخير باذن الله ومال وفير وكثير باذن الله تعالى دي من ناحية الرؤية المحمودة لو كانت شايفة ان هي مش بتتقلم وبطنها يعني ورمة شوية بس مش بتتقلم وكانت سعيدة او ده دليل باذن الله تعالى ان هي لها رؤية محمودة بامر الله تعالى رؤية التخلص بقى بصفة عامة لو الرؤية شافة منامه انه هو بيتخلص من الورم خصوصا للرجل وللمرأة لان دولا اكتر ناس بتتعرض للمشاكل المرأة المتزوجة او الارمال او المطلقة او الرجل بردك بصفة عامة مطلق او ارمل او رجل متزوج لان هم دولا اللي بيبقوا شايلين الاعباء والمشاكل والاولاد والمشاكل اللي بتوجههم في حياتهم فاذا رأى في المنام من رؤية انه هو شاف في منامه انه هو بيتخلص من الورم ده بيدل باذن الله تعالى على التخلص من المشاكل والهموم اللي كان فيها الرأي او ان الرأي لو كان بيأخذ مال حرام او مال بطريق غير مشروع يبقى باذن الله تعالى يعرف انه هو ربنا هيتوب عليه وهيتخلص من المال الحرام دوت او الطريق الغير مشروع او ارتكاب المعاصي والزنوب ده لو شاف نفسه كل واحد فينا على حسب الحالة يعني ممكن يكون الانسان بيرتكب المعاصي والزنوب وشاف نفسه انه هو بيتخلص من الورم ده يبقى باذن الله تعالى هيتوب لله سبحانه وتعالى وهيرجع عن الطريق اللي هو فيه كل واحد فينا على حسب الرؤية لو كان حد بيعاني من المشاكل امرأة بتعاني من مشاكل مع اولادها او مع الزوج او مع اهل الزوج يبقى باذن الله تعالى هتتخلص من هذين مشاكل باذن الله تعالى فيه من الرؤيات لنا المحمودة وفيه من الرؤيات الغير محمودة وكل واحد فينا لما يشوف الرؤية يبقى هنا يعرف على حسب الحالة اللي موجودة عنده ويقدر يفسر لنفسه اللي هو بيعاني منه ولو اي حد مش عارف يفسر اي حلم في منام يبقى تولي في التعليقات وانا ان شاء الله باذن الله ارد عليه ويارد تدعموني بلايك وشين للفيديو بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا